آخر خبر عندنا قبل ما نبتدي منقشة بقى بين الأباء والأبناء الحياة أنه معرض القاهرة للكتاب يعني يختتم فعلياته بالأمس احنا بنتكلم عدد الزوار من اليوم الأولاني خلاص كسر حاجز المليون زائر إصدارات كثيرة جدا فيه المعرض كانت ضمنها إصدار للزميلة العزيزة دكتورة نادية عمارة زملتنا هنا طبعا فيه قناة أون اللي بتقدم برنامج قلوب عمارة الحقيقة أنه هذا الكتاب اللي تحت عنوان قضايا المرأة المسلمة بين التقليد والتجديد يشبه كثيرا ما تقدمه دكتورة نادية من فكر أو من تجديد لمحاولات لتجديد الفكر الديني تقديم فكر مستنير تفسير لأمور كثيرة جدا قد يقرأها البعض بطريقة ولكن هي تقدمها بطريقة أكثر استنارة وأكثر تجديدا الكتاب عبر الفصول الستة بيتكلم على مثلا أن صوت المرأة مش عورة أن حق المرأة المسلمة في التزين والتجمل أجلة زي الشرعي على المرأة المسلمة مشروعية ارتداء المسلمات للألوان وتنويق الترز وأشكال الملابس السفر المرأة بدون محرب حاجات كتيرة جدا ممكن تعتبروها حاجات بسيطة لكن الحقيقة أنها لسه مصار جدل في مجتمعنا عايزين نتقدم ولن نتقدم إلا بفكر ديني مستنير كنا بنمبرح بنتكلم عن الحجامة وكان معنا دكتور رمضان عبد المعز وبيتكلم أنه لا يوجد طب نبوي هنا دكتورة نادية عمارة بتقدم صيغة مستنيرة لكثير من الأفكار اللي الناس بتاخدها مسلمات ولكن هي ليست بمسلمات نسمع رأي الدكتور الأستاذ سعيد عبدو رئيس اتحاد الناشرين المصريين ورئيس مجلس الدار الدار المعارف في كتاب الدكتورة نادية ونخرج فاصل بعد ذلك المعرض السنة دي حقق نتائج طيبة الحمد لله من الإقبال من عدد الناشرين المصريين أولا ثم الناشرين العرب والأجانب يساعدنا طبعا التعاون مع دكتور نادية عمارة كدعية إسلامية بشكل كبير ولها قبول عند شريحة كبيرة جدا من القراء في مصر وفي الوطن العربي إحنا في هذا المعرض الحقيقة لم نتمكن من طباعة كتب جديدة إنما لكن الكتب اللي هي تم طباعتها للدكتورة نادية متوفرة عندنا بتوزيع في أثناء المعرض وأيضا حتى تواجد في فروع دار المعارف الموجودة على مستوى الجمهورية 26 فرع في جميع محافظات مصر إن شاء الله والمعارض اللي بتقيمها المؤسسة في الداخل أو في الكارج جاري طبعا طباعة تفسير القرآن للدكتورة نادية وإن شاء الله قريبا سيطرح في الأسواء وللقارئ في مصر وفي الوطن العربي وأتمنى أنه يلقى قبول وقبال لدى القارئ ولأنه ده بيسد فراغ كبير في المكتبة العربية أو في كتب التفسير اللي هي الحديثة اللي بتجاوب على حاجات كتيرة جدا بيحتاجها المسلم